في زيارة غير معلنة مسبقا وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين إلى بغداد خلال جولة شرق أسطية بدأها بالأردن وتشمل أيضا تل أبيب والقاهرة زيارة أعلن عنها الوزير الأمريكي من خلال تغريدة على حسابه في منصة تويتر لحظة وصوله إلى مطار بغداد قال فيها أنه جاء للتأكيد مجددا على الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة في بغداد أوستين وهو آخر قائد عام للقوات الأمريكية في العراق بعد غزو البلد عام 2003 يزور بغداد للمرة الأولى بعد توليه مهام منصبه وزيرا للدفاع وذلك ضمن إطار محاربة تنظيم داعش والذي بحجته بقيت القوات الأمريكية في العراق رغم طلب قوة وميليشيات مقربة من طهران بخروج تلك القوات بعد عمليات الاستهداف التي طالت المصالح الإيرانية وأبرزها قتل قاسم سليماني وأبو مهد المهندس بضربة جوية في مطار بغداد زيارة أوستين التي تأتي ضمن جولة شرق أوسطية تهدف بالأساس لإظهار الدعم لحلفاء واشنطن الإقليميين ضد التهديد المتنامي لإيران بعد حالة القلق التي انتابت عدد من الحلفاء والذي نرى أن واشنطن بدأت تتخلى عنهم وتفسح المجال لمزيد من النفوذ الإيرانية صحيفة مودن دبلوماسي التي أشارت إلى قرب حلول الذكرى العشرين للاحتلال الأمريكي لعراق تزامنا مع زيارة أوستين لبغداد أكدت أن واشنطن هي من مهدت الأرض للمشروع الطائفي الذي عزز الانقسام والمحاصصة ومكن إيران من السيطرة على واحدة من أكبر الدول العربية ويبدو أن تصريحات أوستين بأن قوات بلاده جاهزة للبقاء في العراق حسب رغبة الحكومة في بغداد من شانها أن تثير حفيظة النظام في طهران لكنها من جهة أخرى رسالة تطمين لحلفاء أمريكا وضوء أخضر لتل أبيب للاستمرار بقصقصة أجنحة إيران في المنطقة ترجمة نانسي قنقر